على طريق نقل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب العلمية والأكاديمية دشن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض ملتقى الجمعيات العلمية الخامسة الذي تنظمه جامعة الملك سعود وذلك بحضور مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر وعددا من المسؤولين والأكاديميين ورؤساء الجمعيات العلمية والطلبة وأهل الاختصاص وذلك بفندو كرون بلازة بمدينة الرياض الملتقى يشتمل على معرضا ومنتدى وويرش عمل منبثقة من الفروع العلمية الأساسية وهي العلوم الإنسانية والأدبية والعلوم الصحية والطبية والعلوم الإدارية الجمعيات تقوم بدور هام جدا في المجتمع السعودي وهذا يتسق بشكل كبير مع رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع انواعا فالجمعيات تقوم بدور هام جدا في تبعية المجتمع بكافة جوانبه كل جمعية من هذه الجمعيات تخدم المجتمع من زاوية ومن منظور لا يخدموا آخرون فننتج في محصلة هذه الجهود صورة متكاملة وحلقة متكاملة الأطراف تهتم بالمجتمع وتخدم المجتمع بكل جوانبه وتتنوع محاور جلسات المنتدى العلمية الذي تستمر يومين كاملين وهي استراتيجية التخطيط والاستثمار في الجمعيات العلمية والجمعيات العلمية واستثمار الموارد لخدمة المجتمع والأنظمة واللوائح والمساندة القانونية للجمعيات العلمية والاستثمار في المجلات العلمية المحكمة للجمعيات والتخطيط لاستثمار الفرص للجمعيات العلمية ومعايير تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية السنوي وتتطلع المملكة إلى استثمار المعارفة لتكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني والاستفادة من خبرات ونصائح الخبراء والباحثين والعلماء للدفع بخطط التحول الوطني الطموح إلى الأمام بسواعد أبناء المملكة لتنويع الاقتصاد وخلق بيئة عمل شفافة تتناسب مع خطط النهضة الشاملة الخاصة برؤية المملكة 20-30 سعود النشمي الإخبارية الرياضة